السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة اليوم سوف نطرق الكثير من المواضيع من بينها كيف يقول القانون الإيطالي في السفر بالتوصيل برميسو الصجورنو أو بالريشي فوتا برميسو وكيف ما يقول لها البعض ريشي فولتا يعني كيف الفرق بين اللي مبصم ولله وكذلك اللي مجدد أول مرة والذي يجا عنده واحد برميسو قديم والسفر إلى المغرب وكذلك الدول أوروبية سوف نشرح لكم كل شورها فقرة إن شاء الله مفيدة سوف نتكلمه كذلك على قصة دي المواطن المغربي لا تصدق مواطن المغربي اختفى سنة 2009 الشوكوك حول الاختفاء دياله كانت حول الباترول اللي كان نخدم عنده اللي هو آخر شخص لقى به والقاذاء الإيطالي كي يصدم العائلة المغربية البارح وكين هي إخوان تحقيق وكي يسيد الميلف قاد ياللي أنا صارحة ما تسرطاتش لي نهائيا وسوف نقول لكم التفاصيل دياله راه ما يدخلش للعقل داك الشيلي وقايا إخوان كما أنه سوف نتكلمه على واحد العرض واحد البونوس ديال الخمسة أورو اللي تعطيه واحد الشركة ديال السوبر مارشيات كل ما تقديس من عندهم واحد البرودويات مثلا تأخذ جوجبكية ديال الماء وجوج ديال الميرندينات يعطيك البون ديال الخمسة أورو اللي تبشي تديره مزوط طريقة سهلة لإستفادة وأنا جاتني فكرة مرة مرة أن ندلكم واحد الفقرة اللي كانوا فيها العروض والوفيرتات اللي كانوا في السوبر مارشيت اللي كانوا في الطاليين مواد غذائية ومنتجات إلكترونية قولوا لي أنتم مرة إيدياركم يا إخوان في حين أنه سوف نتكلم دائما في الفقرة اللي تخص الجارية المغربية على وفاة مواطنة مغربية شابة عند 31 سنة في حادثة سير اللي كانت البارح في الطروس بالقرب من مدينة ترينتو وغنتكلموا على كذلك القضية ديال السارة وحنان المغربيتين اللي كانوا توفوا في الحق ديال الدورة في شمال إيطاليا بالقرب من مدينة ميلانو العائلات ديالهم كيطالبوا المتابعة ديال السائق إخوان دكتراكتور بتهمة ديال القتل غير متعمد لأنه نيبة العامة كيطلب بإغلاق الملف وعدم متابعته غنتكلموا كذلك على بدء الموجة جديدة ديال الوباء في إيطاليا وفي المغرب وغنشوفوا الأرقام ماشي باش نخلعكم يا إخوان ولكن عير كنقول لكم احتاطوا خصوصا الناس اللي مجالبنش وبغني بشو المغرب عير لقد در الله يبغيوا بشي دروا التحليلة بيتشاري وطلع لهم بوزيتيف واتدرب لهم الصفر في الزيرو احتاطوا من هاد النقطة وصافي في حين أنه هنطرقوا الأخبار عدة أخرى وكيف ما نعادة كنبغي شكركم جزيلا شكرا لدعم ديالكم للقناة والناس اللي ممشاركنش اشاركوا باش بقوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقرة هنطرقوا الأخبار ديال الجالية المغربية وصراحة أنا هاد الفقرة وهاد الخبر بالتحديد ما تصرتش ليه حسيت بواحد الحقرة كبيرة بزاف فما بالك بالعائلة دياله الله يحسن عوانهم والله يصبرهم والله يكون في عوانهم بطبيعة حل اللي كان يا إخوان هو أنه هو محمد الشرقا والسيد اللي كتشوفه في الصورة بالناي مغربي اختفى سنة 2009 يعني 13 عام هادي كنت تكلموا على 13 عام ديال الغموض 13 عام ديال الظلم 13 عام والعائلة دياله كالطالب يا إخوان بالعدالة ولا عدالة شافتها وللأسف وهاد شي هو لي مخيب للآمال هو أنه يا إخوان نيابة العامة طالبت بلاركفياتسيوني وهاد شي اللي قبلوا القاضي ديالتحقيقات الأولية ولذلك يا تيم طي صفحتي إخوان الاختفاء ديال محمد الشرقاوي والمحاكم ما غاديش تبقى تبحث في الاختفاء دياله لاختفاء دياله اللي بطبيعة لإخوان واحد الاختفاء غريب وأنا يا قريت هاد الخبر عندي علامات استفهام وما كرهتش أنه العائلة تصل بي عن طريق الإيميل باش نوضحوا الناس أشنوا واقع في هاد القضية لأنه ولحسب ما كتكسب الصحفة الإيطالية آخر مواطن تلاقى مع محمد الشرقاوي كالباترون دياله السابق تلاقى معاه نهار 29 في شهر تسعود ديال الفين وتسعود ومن ثم ما يا محمد ما غايبقاش يباليه لآتار الباترون دياله لربع سنين من بعد يعني ربع سنين من بعد الاختفاء ديال محمد غايتم الإلقاء القبض عليه وغايدوزوه للسجني إخوان وغايحكموه ليه بثلاثين سنة ديال السجن علاش لأنه كان اختاطف رجل الأعمال منافس دياله في الضومين اختاطف المدة ديالجوج ديال الأسابيع وطبيعة حالة لحسب هاتهما حكموه ليه بثلاثين سنة ديال السجن والباترون را كان عنده سبعين عام يعني ما غايدووشها تلاثين عام كاملة دي السجن لانه اولا الى ما خرش قبل من الصعب جدا انه يوصل المية عام ولكن اللي كاني اخوان هو انه محمد الشرقاوي لكان متابع في القادية دياله هو الباترون دياله لانه هو اخر شخص شافه ولذلك نيابة العامة وجهت ليهتهم دي القتل غير المتعمد وكانوا كيحق معاه ولكن نيابة العامة مرارا وتكرارا كانت كتطالب باغلاق الملف واغلاق التحقيقات ولكن الزوجة دي المحمد اللي يصبرها معياتش يا اخوان وفي سنة 2019 كالطالب للنيابة العامة بفتح تحقيق جديد هاتش اللي لباتوا النيابة العامة وفتحوا التحقيق سامعوا للمكالمات الهاتفية سامعوا لشهود وكذلك الاماكن اللي كانوا نشاكن فيها لربما الباترون دياله يقتلوا ويدفنوا فيها مشاو حفروا عليها يا اخوان ولا جديد والجتمان ديال محمد الشرقاوي ما عمروا ما بين بطبيعة الحال هاتش اللي يخلى انه النيابة العامة طالب باغلاق التحقيق واغلاق الملف لانهما لقوا اتشي حاجة على هاد الباترون ولكن سمعوا معي يا اخوان النسخة ديال الزوجة اللي قالت للشرطة الايطالية راهي الساحيل يا اخوان هاتش انا هاتش ما بغاش يدخل لي العقل دياللي نهار تسعود عشريني اخوان في شهر تسعود ديال الفين وتسعود تلتاشر عام هادي محمد الشرقاوي غاد يخرج مع ربعا ديال الصباح باش يتلاقى مع الباترون ديالو امام واحد الفرماسيان وقال الزوجة ديالو انا غديمشي نتلاقى مع فلان قدام الفرماسيال فلاني ونعتوا ليها وهما را كانوا كيسكنوا في مدينة سارتزانا المهم ما علينا غايبش يتلاقى معاه ومن بعد يا اخوان هادك الليقاء ما غايبقاش يبقى نهائيا الهدف ديال اللقاء كان هو انه محمد خاصه ياخد تقريبا واحد تسعلاف اورو ما بين شهريات اللي كي تسعى الباترون ديالو السابق وكذلك التي افرح لحساب ديالو ولذلك انا كنت سأل واش هاد الباترون ما يكون زعمك ينقتلوا لانه كيطالب مبوحد الكريدي علامة استفهم المهم الزوجة مني قالت هاد الشيء للشرطة مش هوجبو ذاك الباترون اجي فلان تلاقيتي مع المواطن المغربي نهار فلال فلاني امام هاد الفرماسيان مع هاد السعى الفلال فلانية قال ليهم نعم ولكن الاسباب تختلف انا تلاقيت معالي انه هو كان طلبني باش نجي نوصله لاغار ديال تران ديال مدينة سبيتسيا وهات الشي اللي درنا بطبيق الحالي اخوان يعني قادية كيف ما كتشوفوا معايا هاد المواطن الايطالي بالنسبة لي انا هو من الفعله والله اعلم ربما كانت انتغارات قانونية للمحاميين ديالو استغلوها ولذلك اجمالي الناس اللي غا تقول لك ايو صافي هذا راه محبوس بثلاثين سنة ديال السجن الاخوان اراه وخم حكوم بثلاثين سنة ديال السجن اراه وخي يعني ما غييتغير والو وخي حكمه عليه بخمسين عام ديال السجن في القضية ديال محمد الشرقاوي خصوا وكان لابد من المحاكمة ديالو على الاقل باش العائلة ديالو تأكد بلا انه هات السيد راه توفى وكذلك لا ربما يعترف فين دفن الجثمان ديالو ويسلموه العائلة ديالو على الاقل يدروا ليه واحد القبر حتى هوايا وحاليا رايحة النيابة العامة تتجه باش انه تبشي في المعصار ديال الوفاة المحتملة لانه الجثمان ما تلقاش وخصهم لا بدي اخوان يبغيوا شهادات ديال الوفاة ديالو لذلك ما تتعطاه شهادات الوفاة ولكنoul اتبعتهم الشهادة ديال الوفاة المستحدة بالطبيق الحال الحاجة اليه هي مهمة في الخطف ديالو يا اخوان عيباش تعارفوا معايا هاد المنزل الي كتشوفوا راه افسار ضاننا دار ديال الباترون ديالو السابق نهار البوليس بشوب شئ اخوان يتلقوا الصراحة ديال هذك المواطن الايطالي الي كان رجل اعمال واللي كان تشهدوا الباترون ديال اذى اللي كان راجل اعمالي و Lebanon معي اخوة المنزل ديالو هادا غي نزلو الكنتينل تحت وغير القوة المواطن الايطالي محبوس تحبيت جوز سيمانات في واحد الحبس. بطبيط الحال رجال الشرطة اللي شاركوا في هاد العملية راه تقريبا اي اخوان كتار من خمسين. يعني الفيديو اللي بغيتوا تفرجوا فيه راكين واحد العدد كبير ديالرجال الشرطة كيف ما كتشوفوا معايا شاركوا في هاد العملية كبيرة واللي كانت عملية مهمة للغاية. الفيديو راه هو هادا في اليوتيوب. وخب النسبة لي انا مول فعلة راه هوي الباترول الايطالي لانه كون كان يعني واحد الاختفاء طوعي. المواطن المغربي هو اللي اختفى. كانت غد شدوا الكاميرا ديال اللاقارات كان غدي خليلها تراس فيش بلاسات تليفون ديالو غدي يشعلوا عدة مسائل. لذلك يعني هاد القضية انا ما فهمتش نهائي هي القضاء الايطالي. علش خدا هاد القرار. فيما يخص خبر اخر للي كي جينا من مدينة ترينتو. وفات مواطنة مغربية شابة اللي عندها واحد وثلاثين سنة توفت لبارح في الليل في حدود الساعة الثانية ليلا من بعد ما انه كانت غادة في طريق لوتوروتي اخوان طريق السريع ا اتنين وعشرين من القرب من الخرجة ديال ترينتين والسود. وهاد المواطنة المغربية كانت كتسكن في مدينة ميتزولومباردو. وبطبيط حل على حسب تحقيقات ديال الشرطة. ربما من بين الاسباب ديال هاد الحذيج يقدر يكون وحد الخطأ انساني. يقدر يكون كذلك انه الشابة المغربية نعسات او انه كانت من هي في شي حاجة. وربما مداتها في الكاميو اللي كان قدامها. هو اللي كان واقفي اخوان في الوطوروت. كان واقف لانه امامه وعلى بعض كيلومترات كانت وقعات حادثة سير اخرى. هاد الحادثة السير الاخرى ما توفى فيها التشي واحد. ثلاثة الناس بشول السبيطار. ولذلك قدرت واحد الفيلة وكان يا اخوان الوسائل يتنقلوا واقفة. المواطنة المغربية الله يرحمها والله يصبر العائلة ديالها. ما اداتها تشفى ذاك الوسائل تنقل اللي كانوا واقفين او انه كانت ناعسة. لانه يا اخوان اللي يوقع هو انه والبوليس مالقوش لا ترس ديال الفران في الطريق. ولذلك قل لك يا انه كي شي خطأ اللي هو يا انساني او انه كانت ناعسة وانه كنت ملهيف شي حاجة. الله يرحمها يا اخوان وتعزين الحارة للعائلة ديالها. فهذه الفقرة يا اخوان غادي انطرقوا للسفر بالريشي فوتا ديال بيرميسو ديال الصجورنو. وكان عدة حالات لي هي مختلفة. واش بصم للشخص ولا بقي ما بصمش. واش اول مرة غادي يدفعوا لعنده ديجاش بيرميسو ديال الصجورنو. وكذلك عدة اسئلة اللي طرحوا عليها بزاف ديال الناس هاد الايام السابقة. واللي اليوم تصلت بالشرطة ديال الحدود ديال المطار ديالبيزا. وطرحت عليهم هاد الاسئلة وكالجواب ديالهم كما يلي. بالنسبة الناس اللي كذقولك بغيت نسافر الى اوروبا. كنت كلمو دابعير على اوروبا. عندك البرميسو ديال الصجورنو. ولكن وافي وعندك الريشي فوتا. إلا بغيت يتبشي. الدولة اوروبية ما يمكنش. لأنه وبعيدا يا اخوان باش نكونوا واضحين. هاداك الشي دير انه انا راه مشيت. لا راك نعرف واحد دريمشا. لا راه بنت عمتي بشات وذك الشي. راك تبقى حالات لي هي نادرة. ربما كيكون كونترول ماكينش. ولذلك راه كين حالات ديال ناس اللي مشوا واحدة لماطار ديال الدولة التانية. مثلا مشوا واحدة الفرنسا. ورجعوهم من الماطار ما خلوهم مش يدخلوا لفرنسا. لأنه الريشي فوتا واثيقة للدول الاوروبية ما معتار فلش بيها. وكين هاداك اللي بشاب الريشي فوتا من هنا يا من الماطار ديال الطالية. نزل في بلجيكا او فرنسا واسبانيا. ودازوا بشا ورجعوا مطرالي هوالو. ولكن انا كنتكلم على القانون اللي كيتطبق على الاغلبية الصاحقة ديالت الناس. وكين واحد جوج ثلاثة في المئة اللي كيفلت من هاد القوانين لأنه كيتطلقهم عمو الضافين لما تدروش المراقبة. المهم لي كين القانون هو هادا. غير مسموح انك بالريشي فوتا تمشي البلد الثاني من غير البلد الاصلي ديالك. ولذلك بالامكان ديالك انك تبقي برشي فوتا الى المغرب. وطابق حال في هاد الحالة خصلا بالدام يكون عندك البرميسو ديال الصجورنو القديم. ومن يتبغي ترجاع ممنوع عليك بثا انك تدير ليسكال. يعني اذا بغيت يتبقي المغرب برشي فوتا يكون عندك البرميسو القديم وتبقي المغرب ومن المغرب ترجاع ديرك تمول طاليا. إلا درت ليسكال في بلد اخر رغي يكون عندك مشاكل زيادة على هادا. انا التساؤل اليوم وهذا الايام السابقة جوجية الناس كالي سويني لانه مني قرر ببشي المغرب. جاك يقلب على الوراق ملقاش جوج برميسو ديال الصجورنو ديال الاطفال دياله ولي ذلك اشنو خصي الدار. فهذا الحالات مني كي تلف لكم البرميسو ديال الصجورنو كي يطيح ليكم ولا كي تسرق منكم. اول حاجة غدير الدينوشا ديا زماري مانتو عد الكارابينياري. او من بعد كبتشين البوستا. كي تخذ الميلف وكي تعمره وكي تطلب الدوبليكاتو. يعني واحد نسخة على الوراق اللي يطيحو لك ولا اللي تسرقوا منك. طبية الحالي اخوان فيما يخص مثلا هاد الحالة اللي ذكرنا حاليا. البرميسو ديال الصجورنو تلف توضر ولا تشفر. مني قلتها البوليس ديال الحدود قالوا لي بلا انه راهد الناس ممكن انهم يمشيوا ولكن مغيمكنش لهم انهم يرجعوا. احنا قل لي كسلطة ايطالية معد نحتشي ايشكال انه واحد اللي بغي بشي بلاده. ميمكنش لنا اننا نمنعوه. ولكن قلية السلطات المغربية بالتحديد. اراه ماكس خليتشي واحد يخرج. الا لكان عنده الفيزا ولا عنده البرميسو ديال الصجورنو. ولذلك انتايا غات بشيب الرشي وفوتا. والبرميسو ديال الصجورنو القديم ما عندكش. اشنو غادي تدير من به. مني غادي تفصل المغرب. مني غادي ترجع غايقلو لك في السلطات المغربية ميمكنش. وخصك لابودة ما تجيب ليهم الفيزا ديال البرميسو ديال الصجورنو. لذلك لما عنده البرميسو ديال الصجورنو لا يمشي. اما عندك البرميسو ديال الصجورنو. وعندك كذلك الريشي فوتا. اراه ما كيهمش ووش. بصمتي ولا ما بصمتيش. فهد الحالة لا يهم بحال بحال. حاجة خلال اللي هي مهمة. الناس اللي متنان كي يجيوا بالتجمع. وتعطيهم فيزا فيها عام. اراه الى جيتي. لايطاليا. وبغايت يترجع. ومعندك حتش ينسخة ديال البرميسو ديال الصجورنو. وعندك الريشي فوتا. ولكن الفيزا ديالك ما زال في هالوقت. ارات قدارت بهذه الفيزا تسافر. يعني تقدار تبشي بيها. وترجع بيها. يعني انه واحدة راسك لا توفى. لذلك اخوان تمنى انني كون جوبت على الاسئلة ديالكم فيما يخص هذا الموضوع. فيما يخص اخوان القضياء ديال المواطنتين المغربيتين. صارا وحنان اللي كانوا توفاوي اخوان في الحقل ديال الدوراء اللي كان بالقرب ديال مدينة ميلانو وانه النيابة العامة طالبات بلاركي فياتسيوني. اغلاق الميلف فيما يخص التحقيقات اللي هي موجهة للسائق ديالي اخوان ذاك تراكتور. تراكتور اللي من هاد النوع اللي كان صيغو واللي كان كيروش به. الادوية على هذاك الحق ديال الدوراء. واللي قتل به مواطنة مغربية. في حين انه الثانية كان عير ضربها. وكانت ضربة قوية بزافي اخوان لانه دازل على الارجل ديالها. ولكن كان بامكان انها التعتق. كنت دخلوا يا اخوان رجال الاسعاف. لكين هو انه هاد السيد اللي كان عنده ثمانية وعشرين سنة هو ايطالي. نيابة العامة على حساب الخبرات اللي دارت قلت لك كان يستحيل انه يباليش كل في الارض. لانه هاد الناس كانوا سبعة كانوا ناعسيني افاديك الدراء. والدراء اللي على حساب اخوان نيابة العامة كان العلو ديالها تقريبا ش ثلاثة مترو. وكيف ما كنت شوفوا معي البوليسيرا هوك بالجنب دياله. وما زالت درافيتاه لذلك دراكنت عالية وهواية ما كانش يقدر يشوفها. هاد الشي اللي بطبيعة حالي اخوان نيابة العامة كانت طالبات بلاكا فيات سيوني في الاشهر الماضية. فهد الايام العائلة ديال الشابات المغربية اللي ما تتم الله يرحمهم. يطالبوا القاضي ديالتحقيقات الاولية باش انه ما يسمعش نيابة العامة ويوجه الاتهامات بالقتل غير متعمد توجاه المواطن الايطالي اللي كان خدام داك النهار. واللي على حسب ما قال هو يا قليم انا ما حسيت بوالو. وكملت الخدمة ديالي في العشية حطي التراكتور ورجعت المنزل ديالي. وكتعاقلوا يا اخوان اراها الوافاة ديال هات الشابات واحدة فيهم توفت سريعا يعني في الدقة. والتانية توفت من بعد ما انه عيطت للبوليس ولكن يا اخوان تريفون ديالها طفوا عدة مسائل ولقاوهم ايام من بعد. اللي كان كذلك هو انه معات الشابات كانوا وربعات الشباب مغاربة جوج منهم قالوا احنا يا حسينا بشي حاجة جاية. وهربنا لانه وخفنا ومعارفناش كيف حاجة انتعاملوا. ولكن بالنسبة النيابة العامة هما يتقريبا شافوا بلا انه الشاباتين. واحدة فيهم ماتت والتانية كانت مضروبة. وكان بالامكان ديالهم انهم يساعدوا التانية. كون بلغوا على التانية وعيطوا الاسعاف كانت غادي تعتق وما كانش غادي توفى. ولذلك هات ربعات الشباب راههم متابعين بامي السيوني سوكورسو يعني ما اعطاوش الاغاثة ديالت الناس اللي محتاجة يا اخوة المساعدة. وكذلك كانت من بين الناس اللي هي متابعة حاليا وليما بلغاتش كذلك واحد شاب بارومانيا. اللي هي اخوان كتبعة دروغة من النوع الكوكايين اللي كانت معاهم ديك النهار. ولذلك الله يحسن عوان هاد العائلة يا اخوان وحنا موقفا معاهم. ولكن الى جينا نشوف المواقع التواصل الاجتماعي هنا في ايطاليا. ماشي من اجل العنصرية ولكن الاغلبية ديالت الناس اخوان مع المواطن الايطالي. وتيقولوا بلا انه هو كان خدام عادي. يعني خدام كيف ما كيدير يوميا. اشنو جاب دوك الناس اللي تماء وعليش كانوا ناعسين تماء وهو اصلا مشاف والو. ويصعب انك تشوفش حاجة الى كنت يراكب على هاد الالة. للعلو دياله راكيف ما قلنا ربعة مترو يا اخوان راه ما سهلاش. راه هنا كين واحد الشخص اللي واقفي اخوان طويل واصل حد انا انا ضببته باش يعني ما يبانش حيث هو لا علاقة له بهذا الموضوع. ولذلك راكت طلع الفوق هنا يكتولي على ربعة متر وما كنت قد شوفوا له على حسب ما قالت نيابة العامة. ماشي التعالق ديالت الناس ولا نيابة العامة لدارة الخبرة ديالها. وتبي اللي يابل لانه يصعب انه تسمع ولا تحس ولا تشوفش حاجة الى كنت يدخل وسدع لك هنا. وبطبيعة الحال حيث هو يا اخوان كيروش مواد اللي هي كيمياوية. على الدراء راه كنسدع لي. فهذه الفقرة سنطرقل واحد الخبر اللي صراحة جال جميع انحاء العالم تكلمت عليه الصحافة العالمية. وراه رسالة اللي هي زوينه زوينة بزاف. الصور اللي انتشرت راه الصور يا اخوان مأساوية وفي نفس الوقت الصور اللي هي رائعة. لانه في بطولة العالم ديال السباحة اللي كان حاليا فهنغاريا بطلة امريكية اللي اسميتها انيتا الفاريس واللي كانت مشاركة في المصابقة ديال السباحة المتزامنة. السباحة المتزامنة يا اخوان هم هاد الارطال الولمبيين. اللي كي بدوا يقوموا يا اخوان واحد الحركات مثل الرقص داخل المسبح. وما شاء الله كتسائل كيفاش هاد الناس كيديرو هاد شي واش من قدرك كيديرو. كنتكلم على الارطال العالميين اللي تقريبا في الحياة ديالهم وفي المصار ديالهم الريادي. را كيدوزوا واحد العدد كبير ديال الساعات في المسبح يوميا. وربما السواع اللي كيدوزوا في المسبح كتار من هادوك اللي كيدوزوا الخارج. المهم اللي كين هو انه آنيتا آلفاريس غادي تسخف داخل المسبح وهي يا الله كتسخن باش تخل المصابقة. الا انه المدربة ديالها غتلاحظ بلا انه الجسد ديالا غادي نازل تحت. ما بين لها تشميطنا جورتلاح ولذلك غادي تقرر انها تلاحية. وكيف ما كتشوفوا معايا صور مأساوية ولكن في نفس الوقت قلنا صور رائعة لانه المدربة ديالا غادي تزاي اخوان وغادي تسعد بيها لسطح المسبح وغادي تفتح لها فمها صحة وغادي تبدأ تقوت لها بالاسم ديالا آنيتا آنيتا وغادي تدور لها الرأس ديالها باش هادا كل من اللي شربتي يخرج. وفعلا بدتك تجاوب معاها والحمد ولله هاد السيدة متوفاتش. وهاد الشي كامل قامت بين المدربة ديالها لبطلة عالمية وبطلة أولمبيا ورابحة ربعت الميداليات ذهبيات أولمبيا راهت دخلاتي اخوان ودارت هاد الشي قبل ما تسلمها الاسعاف ولذلك الرسالة اللي بغيت نوصل هو انه هاد السيدة بطلة أولمبيا كالطير يا اخوان في السباحة في الماء ويعني دوزة واحد العدد كبير ديال الساعات من الحياة ديالها وسط المو ووسط لابسين ومع ذلك صخفات ولولا التدخل ديال المدربة ديالها اللي هي بطلة عالمية وكذلك الاسعاف اللي كين ورابيلانسات اللي حاضرنت المايا لكانت غادي تكون الكاريتا ولذلك هذي رسالة لجميع الناس اللي عندهم موحد تتقيقة زائدة وتيقول انا راه هو عرف السباحة وصعيب انني انغرق وكيبشيوا بعد المرات يدخلوا في البحر بزاف ولا كيبشيوا من الويديان وكيخاطروا بالحياة ديالهم البحر والماء راه ما معاهمش اللعب هاد البطلة يا اخوان راه ديجال عملي فتوقع لها نفس المشكل وصخفته وسط الماء وغرقات ودائما المدربة ديالها كتعتقها ولذلك الواحد اخوان الرسالة اللي بغيت نوصل بهات الصور و بهات القيصة هو انه الواحد ما يبقاش ريسكي يعوم في المكان اللي يقدر يوقف على رجله حتى لو وقع عليه شي حاجة وشده شي كلاكاج اراه ممكن انه يوقف ويعيط الاسعاف ويعيط الاغاثة ويجيو يدخلو ينقضوه بلا ما يفوندو بلا ما ينزل راه هاد الشي ديال ما يا اخوان راه ما معاش اللعب وانا راه كنت اطلق لهات الشي لانه وضيجة وصلنا لتسعود ولا عشرة المواطن المغاربة اللي توفاه منذ بداية فاصل الصيف اللي هي الشي ديال الخير اخوان والمزيد من الحيطة والحضر فهذا الفقرة يا اخوان غدي نتكلم على واحد العرض ديال السيلونغا وعرض اللي هو يا رائع اللي غدي خليكم انكم تقدّوا من السيلونغا واتاخدوا بونات ديال المزوط وديال اللي صانس لانه سابقاً كمو الشركات ديال السوبر مارشيات كهدي وجبانيات كهدي وكاسرونات دبا مع غلاق الاسعار ديال المزوط ديال اللي صانس وواللو كيعطيه بونات باش تدير ديال لي صانس ودير المزوط وصراحة ان هاد البونات اللي كيعطيه دبا حاليا فلسلونغا راه ساهل جداً انك تسافد منهم رطابية الحاجة اللي هي مهمة انا كان التحت علياur . بذكر ، اخوان لو ان خذيوا لي التعليق لكم الى الله ادعو الأفهرات الاخويرة و أکنبال كثيرة اذا رأيكم الى هذا اغذية الذي ما ش orada حقه يترجو و اتدعoon أسعار أولاً البون اللي كتتعطي الأسلونج شنا هو يا كتعتك واحد البون دي الخمسة أورو هو هذا يا فكل مرة كتتقدى واحد نوع دي الأشياء اللي غنشو نشوفو ده بحالي جوج دي المرات وممكن ماشي الخمسة أورو صافي أرى ممكن كذلك تاخد مئة أورو دي البونات ما كنتشي إشكال الحاجة الخلال اللي هي مهمة هو أنه غيرتكم خمسة أورو على كل مرة غتشو تديرو المازوت وليسانس عير في كويت وكويت إيزي وخصك على الأقل تدير خمسة وعشرين أورو دي المازوت على كل خ خمسة أورو كتتاخد وباش تسافد مثلاً هما دي لك هنا يا ميتال إلا أخذتوا جوج باكيات ديال ليفي سي ملماء وجوج باكيات ديال هاد الميرندينة أراه بجوجهم كيعطوك سا أورو ديال البون غتتاخد خمسة أورو في هاد البون وغايش يطلق أورو مني تقدم عندهم مرة أخرى ولذلك هاد الأوفير طياء إخوان أراه دابا حالياً كيتكلموا على كذلك في الصحفة الإيطالية وباش نعطيكم أمثلة أخرى هاد البون مثلاً ديال السلونجا راه بنين بزاف إلا أخذ هاد البون مثلاً وتشري جوج ديال فيلادالفيا إعطيك ثلاثة أورو عشرين ديال لبون إلا شريتي كذلك الزيت العود جوج ديال القراعي من عندهم أراك يعطيك ثلاثة أورو ورابعين ديال لبون ولذلك هاد الفورانتينو يا إخوان راه في هاد الأشياء كاملة هاد الزيت كذلك يعطي خمسة أورو ستين وطبيت الحال لسنونجا عير باش نقول لكم يا إخوان ربما غالية شوية مقارنة مثل ليدل ولا الورو سبين ولكن كيف ما تيقول إشهار دياله كل ما تعرفت عليها كل ما كت هاد احبها أكتر أراها إلي وليتي مره مرره كتفشتل على السكونتووات والبروضويات اللي كاديروا فيهم السكونتو آراها كتكون أرخص شريكة ما شايف في جميع البروضويات ولكن هادوك اللي كتدر فيهم السكونتوase تكون عنده واحد الرحة كبير وقدير صولت في الزيت كدير صولت في السكار دير صولت في المواد الأولية بطريقة كبيرة بزاف في الحليب في الفورماش فهذك الأشياء اللي العائلات كتقدر طريقة كبيرة بزاف واللي كيكون على واحد الطالب خصوصاً عندها في الصيف كتلقس ل وكتو اللي اتخذ من عند لسيلونغا ارخص لك ما اتخذ من لورو سبين والجودة ديال لسيلونغا رهم عروفة يا إخوان ولذلك رجعني إخوان لهاد لوفيرطة إلا اخذتي مثلا جوج ديال القراءة ديال الكوفيتير لحالي نراهم سولد هذا ركعتوك جوج أورو ديال البون لقد قدر دير بها المازوط عند كويت لذلك إخوان هذه اللوفيرطة اللي كهموا الامر راه يستفد منها واللي عجباتوا الفكرة ديال انه ونبقوا نديروا هاد الفقرات اللي فيها لوفيرطة ماشي على هاد طريقة ولكن غنون نجيب لكم عدة البرودويات اللي رخاص هافين نتلقوهم وهاد ثمن ديالهم وبطبيعة الحال ربما غيرتكون فيها إفادة لعدة عائلات فهاد الفقر يا إخوان غنتكلموا على الحالة الوبائية في إيطاليا وكذلك في المغرب لأنه الحالة تبدو كيرتاف بوحد طريقة اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف وهاد الفقر بغيت نطرق لها خصوصا الناس اللي بغيت بشير المغرب ومجالباش لأنه الواحد اللي عنده الجرعة الثالثة يقدر يمشي بلا مشاكل ولكن الواحد إلا كان يعني مقطع البيه وكل شيء ونو يمشي ومخداش واحد شوية ذيال الحيطة والحاضر راه ربما يقدر يمشي دير تحليل لبيش بشي المغرب وطلع ببوزيتيف لأنه بزاف ديال الأصدقاء ديالي والناس اللي كنعرف ما بيناتهم بشيرا ديالي هاد الأيام راههم ببوزيتيف بسبب هاد الموجة الجديدة لي الله بدات وعلى حسب خبراء وعلماء راه كيف ما قلنا سابقا غدي نوصلوا الكسر من مئة آلف حالة إص تبيع القادمة إيطاليا حاليا يعرف أيام قليلة دازت من 30 ألف 25 ألف 20 ألف إلى يا إخوان 50 ألف 60 ألف للتسجلات في الأيام الماضية اليوم راك نسجلوا 50 ألف حالة إصابة العدد ديال التحاليل للدار راه 148 ألف تحليلة فيما يخص إخوان نسبة ديال الناس اللي هي بوزيتيف راهها 22.6 يعني في كل مئة تحليلة ندير كل قاوة 22 23 شخص وراكف ما تشوفو ذلك الشيء غدا وكيطلع فيما يخص إخوان العدد ديال الناس اللي كيدخلوا للسبيط يعني الفرق ما بين الناس اللي خرجوا ودخلوا راه زائد 117 في الأيام الماضية يعني كنتشوفوا راك نخضر يعني الناس اللي كتخرج كتر بكثير مقارنة بالناس اللي كتدخل السبيطار ولكن في هذه الأيام راه الأرقام كتزات في السبيطارات يمكن تكلموش علي يا إخوان حالة اللي غتكون خاطئة أو ليش حاجة اللي خيبة ولكن عير من أجل تحضير ذلك الناس اللي عندهم الطيارة وفيما يخص العدد ديال الوفايات أراي إخوان اليوم كنت سجلوا 95 حالة وفاة فيما يخص المغرب النفس الشيء الناس اللي هما يمصابين اليوم راهم 3089 اللي بار حكينا 3050 لحالة اللي تم الاستبعاد ديالها 12 ألف ولذلك تقريبا راه نسبة الإصابة شي 30 في المائة يعني كتلقى 12 ألف تحيلي كتلقافات التالف واحد اللي هوية بوزيتيف تقريبا يلح سبتها هكا على السريع راها تكون 30 في المائة في حين أنه الناس اللي تشافه ورهم 1149 والناس اللي توفوا وجوج وحاجة اللي هي مهمة اللي غير ركز عليها إخوان هذا الجرافيكو كيفما كتشوفوا معايا هذه الموجة الأولى ديال كوفيد اللي كانت ثلاثة الفين وعشرين وكيفما كتشوفوا معايا كتطلع بزاف وكتنزل الموجة التانية اللي كانت في الصيف اللي داز الموجة التالتة اللي كانت في شهر واحد والموجة الرابعة يا إخوان إلا شفتوا راه غدا يا الله غدا تطلع بشوية يا إخوان نتمنى أنه ما تكون شي موجة اللي خيبة بزاف ولكن إجماليا ما تكونش قيود وهات الشي اللي قالت وزارة الصحة في المغرب لا نظن أنه غنرجع القيود اللي كانت سابقا ولا يكون شي مشاكل في الحدود كذا عليك نفس الشيء هنا في إيطاليا يعني الفيروس ما بقاش إخوان واحد المرض اللي كيخلع ولا اللي كيديس بيطرب واحد طريقة كبيرة بزاف ولا اللي كيأزم في التنفس يعني ولا واحد الفيروس اللي نوعا ما شوية خفيف ما غنقولوش بحث زوكم ولكن ما كيش حاجة اللي كتخلع عير النصيحة هو أنه هون الناس اللي عندها رحلات في هاد الأيام القديمة تحاول تأخذ الحيطة ديالها باش متعاداش عير باش متأجلش لها الرحلة ماشي لي أسباب أخرى